لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما رحمة الله وبركاته إذن مع تقويم ودعم وتوليف التعلمات للوحدات السادسة من كتاب المفيد في الرياضيات للسنة الرابعة صفحة 118 و 119 إذن بالنسبة للتمرين الأول لإعداد كعكة بالشوكولاتة لأربعة أشخاص تحتاج إلى 200 جرام من الطحين و100 جرام من السكر و200 جرام من الزبدة و100 جرام من الشوكولاتة وخميرة معطرة واحد وأربع ضيضات إذن هذه هم المعطيات لتحضير كعكة لأربعة أشخاص إذن عندنا في هذا الجدول هذا مقادير إعداد كعكة من طحين وسكر وزبدة وشوكولاتة وخميرة وبيض وأعداد الأشخاص في كل مرحلة إذن بالنسبة المعطيات اللي عندنا هنا إذن هذه المقادير هي فقط لتحضير كعكة لأربعة أشخاص فقط إذن كما تشوفوا هنا يعدنا في المكونات وفي المكونات عدنا الطاحين والسكر والزبدة إلى غير ذلك وهنا عدنا عدد أشخاص عدنا أربعة أشخاص ثمانية أشخاص واثنى عشرة شخص السؤال هو قصنا في كل مرحلة إذن في أربعة أشخاص في تمانية أشخاص وكذلك في إثنى عشرة شخصا إذن المعطيات اللي أعطونا هنا هي لأربعة أشخاص إذن لتحضير كعكة لأربعة أشخاص نحتاجه من الطاحين نحتاجه إلى مئتان قرام نحن نكتبها هنا من الطاحين لأربعة أشخاص نحتاجه مئتين قرام بالنسبة للسكر نحتاجه إلى مئت قرام من السكر قرام المعطيات مزيئ ونكتبها هنا بالنسبة للزبدة اشتونا للزبدة حتى تعطونا الكتلة عاد رجعوا وكتبونا حيث باش ما تغلطوش هنا إذن ومئتان قرام من الزبدة إذن نجيو الزبدة ونكتبه مئتان وكذلك مئت قرام من الشوكولاتة وخميرة معطرة واحدة إذن واحدة حبة وحدة وأربعة بيضات واربع بيضات إذن هذه الوصفة لكم لأربعة أشخاص إذن هذه المقادر إعداد كعكة لأربعة أشخاص دابا بغينا لتمانية أشخاص إذن لتمانية أشخاص شحال غادي نحتاجوا ديال المكوينة شحال غادي نحتاجوا في طحين في السكر في الزبدة في الشوكولاتة في الخميرة وفي البيضة إذن كما كنتلاحظوا هنا باش نتاقلوا من أربعة أشخاص لثمانية أشخاص فاش كنا نضرب فاش ضربنا ضربنا في إثنان إذن إحتى هذه المكوينة غادي نضربوهم في إثنان إذن مئتان غادي نضربوهم في إثنان أربعة مئة أدين ضربوها في إثنان مئتان مئتان في إثنان أربعة مئة مئة جرام في إثنان تعطينا مئتان جرام واحد في إثنان تعطينا إثنان وأربعة في إثنان غادي تعطينا تمانية إذن المقادير لإعداد كعكال لتمانية أشخاص أدين نحتاجوا في المكونات أربعمائة جرام من الطحين مئتاني جرام من السكر أربعمائة أيرو أربعمائة جرام من الزبدة مئتاني جرام من الشوكولاتة وخميرتين 80 بيضات نريد أن نعرف المقادر لإعداد كعكة لـ 12 شخصا 4 زائد 4 زائد 4 نريد أن نتقل هذا 4 حتى الـ 12 فضربنا في 3 نريد أن نشرحه 4 في 3 12 200 في 3 تساوي 600 100 في 3 تساوي 300 200 في 3 600 100 في 3 300 1 في 3 3 4 في 3 12 هذه هي المقادر لإعداد كعكة لـ 12 شخصا نحتاج إلى 600 جرام من الطحين 300 جرام من السكر 600 جرام من الزبدة 300 جرام من الشوكولاتة و 3 ديال الخميرات و 12 بيضة 3 حبة من الخميرة المعطرة هذا هو كان الجدول انطلاقا من هذه المعطيات وهذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة كما كانت لاحظه لكما كانت نتقل من أحد من مال المسطر 1 أيż病 كنت نضربه لنفس معامل التناسب المعامل التناسب كيف نتقل من السطر 1 السطر الثاني في ثلاثة في اثنان عفوا وباش نتقلنا من السطر الاول السطر الثالث كنا نضربوه في ثلاثة هدو كيتسمو معاملات التناسب اذا بالنسبة للتمرين الثاني انشئو القرص الذي مركزه اه وشعاعوه واحد سنتيمتر فاصيلة خمسة اذا باش ننشئ هاد هاد القرص او الدائرة هنطلبوه مني القرص يعني يخص نلونه هذا اللي لداخل كله اذا شنو نديروه ناخدو الميستارة و نعبروه 1.5 سنتيمتر نجيبوه البيركار و نجيبوه الميستارا و نعبروه الفتحة مني القيادة على 1.5 سنتيمتر فاصيلة فاش نعبرووه considered lifات عالبيض على 1.5 قنجيوه نوضعه الابردي الالبيركار هنا stabilized و نضوروه قننا حصلوه على دائرة من بعد قنحددو الشوعاع ما قلنا هو هذا اذا هدا هو الشعاع من المركز حتى لها الدائرة هنا. هذا هو الشعاع انا كتبت له هنا و للقياس دياله 1.5 سنتيميل. هذه اللي مدورين عليها هذه هي الدائرة. باش ما تخلطوش ما بين الدائرة. الدائرة كتكون فارغة من الداخل. غير هذا الخط هذا اللي كيكون دائرة هنا. اذا هذه الدائرة القرص هو هذا الدخلاني. هذا كله كيكون ملون. لونه كامل. هذا هي دواء القرص. والقطر هو اللي كيكون من هنا حتى الهنا وكيمر من المركز. في هذه الحالة كيساوي لكلاسة ديال السنتيمتر اللي هو. اذا القطر كيساوي جوش ديال الشعاع. هالشعاع الول هالشعاع الثاني. جوش ديال الشعاعات كيعطوني القطر اللي هو ثلاثة ديال السنتيمتر في هاد في هاد الحالة هاد. اذا بالنسبة للتمرين الثالث. يشير المقياس على الخريطة إلا أن واحد سنتيمتر على الخريطة كيمتلنا اربعة ديال الكيلومتر على اليابيسة أو في الواقع. يعني كل واحد سنتيمتر على الخريطة كيمتلنا اربعة ديال الكيلومترات على الأرض أو على الواقع. اكمل من الجدول التالي طيب المدنسةade لدينا مكون من الخانات من السطر الاول ومن السطر الثاني في السطر الاول لدينا المسافة على الخريطة بالسنتيمتر وفي السطر الثاني لدينا المسافة الحقيقية بالكيلو متر يعني الى ارض الواقع لدينا نقلRAY فقط واحد سنتيمتر يمكننا لذلك الم итоге جدا تفعلنا ك embargo هذا الواقع. إذن تعرضنا نضربهِ فيهاً أربعة إذن يخلصنا معامل تناسب اللي هو أربعة. إذن معاملكنا ننتقلهم السطر الأول سطر التاني 已 تقدمناه على معامل تناسب هو أربعة. وهي أسماً استعرضناه nuestros averages على الخريطة ييزنى كما الذي يعلمنا 3 سم skip Wow. اليابيس اذا اثنان في اربعة ثمانية سبعة في اربعة ثمانية وعشرون هنا يعدنا اربعون باش نحصلوا على لبعدنا المسافة الحقيقية اللي هي ربعين كيلو متر بغينا نعرفوهاش حالكه تمثل على ارض على الخريطة اذا باش نتقلم السطر الثاني السطر الاول كنقسموه على اربعة اذا اربعون مقصومة على اربعة غدي تعطيني عشر عشرة في اربعة تعطيني اربعون وبالتالي فهالجدول هو جدول اعداد متناسبة حيث فاش كنا كنا نتقلم السطر الاول السطر الثاني كنا نضربه في نفس معامل التناسب نمرو الاسفحة مئة وتسعة عشر اذا تمري الاول يقول غادرت ايمان مدينة سالة وهي تقود دراجتها بسرعة نفسها لمدة ساعتين اذا منسلة احتل هذه العلامة هذه اذا انقطعت هذه المسافة في ضرف ساعتين فبلغت اشارة المرور هذه اذا منسلة احتل هذه الاشارة المرور قطعتها في مدة زمنية قدروها ساعتين اذا تابعت ايمان القيادة بسرعة نفسها نحو المدينة المحمدية اذا كمعدد الساعات التي تلزمها للقيادة من اشارة المرور هذه الى المدينة المحمدية اذا اذا اريد ان اركزهم على هذه الايشارة اذا في هذه الايشارة هذه كتلاحظوا في الاعلى لدينا مدينة المحمدية وديرنا اساهم 45 كيلو متر ما يعني هذه؟ كتعني من هذه البلاصة هذه احتل المحمدية المدينة المحمدية فالمسافة هي 45 كيلو متر فالتحت هنا يدنا مدينة سالة وطريرين الثلاثين كيلومتر وطريرين الساهم بمعنى أنه من مدينة سالة احتل اشارة تلك المرور month هiãoا المعطية التي لدينا 750 كيلومتر مدينة محمدية� ل comforting 40 كيلو متر إذا هذا السهم كيف ينلتجاه إذن نحن عرفناها باللي فاش خرجت من مدينة سالح تال هذه العلامة الدية المرور مسافة 30 كيلو متر في المرور فاشال قطعتها هي قطعتها في ساعتين إذا 30 كيلو متر قطعتها في ساعتين إذا النصف ديال هذه 30 كيلو متر اشحلي هي خمسة عشرة إذا النصف ديال هذي 30 كيلومتر يغهde 15 كيلومتر والنصف ديال ساعاتين هي ساعة إذن إلا قطعت 30 كيلومتر في ساعتين فهي غدي تقطعة 15 كيلومتر في درف ساعة إذا جمعنا هذي 30 كيلومتر و15 كيلومتر ت踩عنا 40 كيلومتر وهي المسافة من هذه الإشارة هادئي حتى المدينة المحمدية إذن 30 زائد 15 cor spend 45 كيلومتر 30 زائد 15 cause 45 واثنان زائد واحد ثلاثة ساعات إذن ستقطع هذا خمسة واربعين كيلو متر من هذا المسافة هذه حتى المدينة المحمدية في ظرف ثلاثة ساعات في ظرف ثلاثة ساعات إذن نمره للتمرين خمسة وكمله نشر المكعب كنا تعرفنا على نشر المكعب ونشر متوازي المستطيلات القائمة إذن نحن نعرفه بالليل المكعب عنده من وجه ستة وجوه إذن نحن نعرفه فين سنزيده هاد الوجوه ونحن نحاوله أن نجمعه هاد النشر هاد إذا إذا جمعنا هذا سيوقف!!!! هذا سيوقف هنا هذا من هنا سيوقف هنا و هذا س my Mary's سيعلنا واحد من هنا و سcareعنا واحد من من plasma إذا الذي يتحضق من هنا هو هذا الذي سيأتي جنا غير من الفوق هو الذي سنرسمه ملاصق مع هذا وسنشعره على النشر عن هذا المكعب وسلـ لونه بالأصفر اذا بالنسبة لتمرين 6 كنا نتعرفي على النشرا المكعب والنشر المكعب المستطيلات القايمi. إ него حتى متوزن المستطيلة القايم جميع 6 وجوه عندها وهو 1, 2 أو 3. و سنزيد çıkar لها ثلاثة دية الوجه.unft والوجهي لن يجب فعند هو الوجهي الجانبي على شكل مربع. إذا دعونا في الطرف الآخر حتى الوجهي الجانبي الأخر. يجب أن يكون على الشكل مربع. والوجه يلي في الوسط على شكل مستطيلات. سنكمله كما نستطيل هنا و كما نستطيل عندنا لا نكمل فنؤدي هنا ونعمل هنا إذا لا نأتي على متوزن مستطيلة مستطيلات سننصل على هذا وهذا المربع قبلته سأطلع هنا هذا المستطيل سيقصي هذا الجهة هنا وهذا المستطيل سيقصي الوجه في الاعلى وبالتالي سيحصل مستطيلة مع متوزن مستطيلات القائمة واللون به الأزرق وبالنسبة للمنزل الأزرق ولاحظوا المجسامين وأكملوا الجدول إذاً هناك المكعب ومتوازن مستطيلات سنحاول أن نملؤه هذا الجدول إذاً اسم الشكل الأول هو المكعب واسم الشكل الثاني هو متوازن مستطيلات نبقى مع المكعب إذاً عدد الرؤوس نحسبه له الرؤوس عنده 1، 2، 3، 4، 4 مهجيه و 4 مهجيه أخرى إذاً عنده 8 رؤوس بالنسبة لعدد الوجوه عنده واحد واحد الذي قبلته منه هي جوج وهذا الأخضر 3 واللي مقابله من هنا هي 4 وهذا الأصفر 5 واللي مقابله من تحت 6 إذاً عنده 6 وجوه بالنسبة لعدد الأحرف عنده 1، 2، 3، 4 مهجيه و 4 اللي مهجيها أخرى هي 8 وهذا 9، هذا 10، هذا 11، وهذا 12 حرفاً إذاً عنده 12 حرفاً نفس الشي بالنسبة للمتوازن مستطيلات إذاً عنده 8 ديال الرؤوس و 1، 2، 3، 4 مهجيه عنده عدد الوجوه عنده 1 هنا و 1 اللي مقابله وجوج و 1 هنا و 1 اللي مقابله وجوج هما 4 1 الليم الفوق و 1 الليم التحت هما 6 وجوه وعدد الأحرف كما حسبنا المتوازن مستطيل المكعب إذاً يحتوي عنده 12 حرفاً عنده 1، 2، 3، 4، 4 اكتب علم ليه 8 9 10 11 12 حرفا اذا بالنسبة للتمرين 8 اكتب على شكل عدد عشري اكتب على شكل عدد عشري اذا هذنا عند الجزء الصحيح هو 12 وهذا 9 على 100 هي اللي كتساوي لي 0.09 وغادي نجمع 12 مع 0.09 تعطيني 12.09 بالنسبة للعملية التانية اذا عندي 140 زائد 3 زائد 4 على 10 زائد 3 على 100 اذا 140 مع 3 هي 143 وعندي 4 على 10 هي 0.4 كتبوها هنا وعندي 3 على 100 هي 0.03 اذا غادي نجمع 0.03 مع 0.4 تعطيني 0.43 ونجمعها مع الجزء الصحيح اللي غادي تعطيني في الاخر 103.43 واربعون اذا بالنسبة للعدد الثالث اذا عندي 70 زائد واحدية 71 وعندي 0.8 زائد 0.05 اذا تعطيني 0.85 وبالتالي هذا هو العدد اللي غادي نحصل عليه 71.85 بالنسبة للعملية الاخيرة عندي 40 زائد 4 هي 44 وعندي 0.4 زائد 0.04 اللي هي 0.44 وغادي نحصل في الاخير على 44.44 التمرين 9 اضعه وانجيزه اذا هنا عندي ثلاثة العمليات لمجموع عددين عشرين وهنا عندي فرق عددين عشرين اذا دائما عرفنا باش نكتبو عددين باش ندير هاد العملية بطريقة الصحيحة دائما نخصني الفاصيلات تكون تحت الفاصيلة الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات الأعشار تحت الاعشار وأجزاء المئة تحت أجزاء المئة يدام بنوا بالعملية الأولى عندي 395.5 5 زائد 17.34 إذن دائما الفاصلة نوضعها تحت الفاصلة الوحدات يكونوا تحت الوحدات والعشرات يكونوا تحت العشارات وكذلك الأعشار تحت العشر وأجزاء المائة تحت أجزاء المائة إذن كما تلاحظوا في العدد الأول مكون من رقمين واحدين بعد الفاصلة والعدد الثاني مكون من رقمين بعد الفاصلة إذن سنكمل بالأصفار هنا إذن سنقوم بعملية الجمع إذن 0 زائد 4 4 5 زائد 3 8 نزل الفاصلة ها هي 5 زائد 7 12 أكتبوا الاثنين أحتفظوا بالواحد 1 زائد 19 زائد 1 11 أكتبوا الواحد وأحتفظوا بالواحد 1 زائد 3 4 بالنسبة للعملية الثانية كذلك دائما الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات والفاصلة تحت الفاصلة إذن هنا عندي جوج أرقم بعد الفاصلة وهنا عندي رقم واحد كنكمل بالأصفار إذن 2 زائد 0 2 1 زائد 8 9 نزل الفاصلة 8 زائد 5 13 أكتبوا الـ 3 واحتفظوا بالواحد 1 زائد 7 8 زائد 6 14 بالنسبة للعملية الأخيرة كذلك 3 زائد 1 4 نزل الفاصلة 2 زائد 1 3 4 زائد 5 9 1 زائد 3 4 بالنسبة للعملية الفرق عددين عشريين كذلك بنفس الطريقة الفاصلة تحت الفاصلة الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات وكذلك المئات تحت المئات إن وجد هنا عندي رقم واحد بعد الفاصلة وهنا عندي رقمين إذن نكمل بالأصفار إذن 0 ناقص 6 لا يمكن دائماً ما تنسوش هذه الوحدة اللي تسلفتها 3 زائد 1 ثلاثة إذن 8 ناقص 3 خمسة نزل الفاصلة هنا عندي 6 ناقص 9 لا يمكن إذن ستلف 10 ونردها هنا إذن 16 ناقص 7 5 هنا عندي 5 1 زائد 4 خمسة إذن 5 ناقص 5 تساويس دائماً ما تنسوش هذه الوحدة اللي تسلفتها هنا وترده هنا ما تنسوه حيث إذا نسيتها ستخرج العملية خاطئة دائماً نتابهوا للفاصلة ونتابهوا إلى الاحتفاظ بالنسبة للعملية الثانية هنا عندي أرقم بعض الفاصلة هنا عندي رقم واحد نكمل بالأصفار إذن 2 يناقص 0 2 1 ناقص 9 لا يمكن تسلف 10 ونردها هنا 11 ناقص 9 2 نزل الفاصلة 2 يناقص 7 لا يمكن هنا راولت لي 7 حيث تسلفت هنا وردت هنا تسلف إذن 12 نتسلف هنا 10 ونردها ثاني هنا إذن 12 ناقص 7 تساوي 5 4 ناقص 8 لا يمكن هنا قد نتسلف هنا 10 ونردها هنا 14 ناقص 8 6 وهنا 5 ناقص 2 3 3 بالنسبة للعملية الأخيرة عندي صفر ناقص 3 لا يمكن نتسلف 10 ونردها هنا إذن 10 ناقص 3 7 5 ناقص 3 2 نزل الفاصلة 1 ناقص 9 لا يمكن نتسلف 10 ونردها هنا إذن 11 ناقص 9 2 5 ناقص 8 لا يمكن تسلف هنا 10 ونردها هنا إذن 15 ناقص 8 7 وإثناني ناقص 1 تساوي 1 إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من من هذه التمارين لتقويم ودعم التعلومات للوحدات السادسة نتمنى أنه يكون جميع الدروس أنكم فهمتهم في هذه الوحدة هذه ولي عنده شي درس ما فهموش ولا إلا أبغاني نعودولو أنا مستعد نعودولو باشي فهم وهذا هو اللي بغينا هنا إذن إلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء